السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال نهاردة معاكم فيديو جديد وسيدة جديدة النهاردة افكارها حلوة جدا للترتيب المختلف عندها في البيت هتلاقوا لها افكار حلوة جدا في كل حاجة بجد هي منظمها بشكل حلو قوي وكمان هنشوف لها مشتريات قد ايه هتشوفوا هي بسيطة لكن بتبقى عملية جدا في البيت وممكن تكتشفوا انه ممكن بحاجة بسيطة تحلوا مشكلة كانت ممكن بتقابلكم وكمان تنجزوا وقت كده وتوفروا مجهود عليكم بتنظيمات وترتيبات حلوة جدا نهاردة بوزم المشتريات اللي هي جايبها من موقع امازون فتقدروا انتو كمان تشتروها بسهولة وتوفروا كده على نفسكم مجهود كبير بترتيبات مختلفة وحلوة جدا كمان خصوصا قبل رمضان كل سنة وانتو طيبين تعالوا نشوف اول حاجة عندها هنا الهوكات اللي هي بتستخدمها استخدمتها في كذا فكرة هنا كمان للمكانس استخدمتها ان هي حطت عليها السبت اللي شوفناها في الاول عشان تحط فيه اي حاجة بقا هي عندها في الضربة بتستغل الباب ان هي تحط المساحة بتاعت الباب دي بني تحط الحاجات لتنظيم بتاعها المختلف زي هنا كمان زي ما شوفنا الهوكات دي استخدمتها في تعليق الصور او تعلق اي حاجة جوا الباب بتاع الضربة او ان هي تستخدم كتعتين قصات بعض وبتحط عليهم الحامل الخشب ده وتحط عليهم بكر الفويل او تحط عليهم مناديل ممكن تحط عليها فوطة يعني بصتوا تستخدمتها بكذا طريقة هنا برضو الهوكات دي زي ما انتوا شفتوا استخدمتها هنا في باسكت للعربية استخدمتوا هنا الكيس تحط فيه الكيس المختلفة عشان تبقى قريبة من ايديها استخدمتها استخدمتها كمان في تنظيم الاكسسورات بتاعتها او ان هي تحط عليها ورقة تكتب عليها النوتس بتاعتها او الطلبات اللي هي بتحتاجها في المطبخ قد ايه ممكن تكون الحاجة بسيطة جدا لكن تقدروا انتوا بكل سهولة ان انتوا توفروها في كذا استخدام بحسب الحاجة بتاعتكم هنا برضو حاجة بسيطة جدا حبت ان هي تعملها باستخدام ازازة المية اللي ممكن نرميها ومش بنستغلها بس هنا طبعا دايما بنقلي او بنستخدم زيت على النار فممكن ان هو يجي على ادينا ويئذينا لكن هنا هي استخدمت نص الازازة ان هي تستخدمها بالشكل الحلو ده فكرة برضو حلوة علشان تحافظوا على نفسكم من الزيت وربنا يا رب كده يحمينا ويحفظنا جميعا يا رب من كل شر هنا كمان برضو تعالوا شوفوا القطعة دي عبارة عن قطعة يعني من غير اللي هي الفوطة او القطعة القماش اللي هي حطوها عليا دي هي عبارة عن بلاستيك عادي لكن بتركب عليها القطعة القماش دي وبتبتدي ان هي تمسح بيها كل حاجة الحاجات اللي هي من الاماكن الديقة اللي بتبقى موجودة تحت الاساس بتاعكم او الاجهزة استخدمتها ان هي تلظف بيها المروحة او الاماكن العالية قد ايه برضو ممكن القطعة زي دي تكون بسيطة جدا لكن طبعا زي ما انتو شايفين يعني حلوة جدا وعملية او تعالوا هنا كمان نشوف برضو فكرة حلوة لها وهي استخدامها لستاند المناديل هنا استخدمتوا بكزا فكرة حلوة جدا زي اول حاجة ان هي حطت فيها بكر اللازق بتاعها المختلف استخدمتها في بكر مناديل للتويلت استخدمتها في الكبات في الاكسسوارات والاحزمة بتاعتها واستخدمتها كمان هنا في الشرايت وكمان اخر حاجة فكرة حلوة جدا لتوك الشعر ودايما بنحتار ان احنا نحطها فين ففكرة منظم استاند المناديل زي دا حلوة برضو جدا تعالوا نشوف هنا بعض الحاجات اللي هي اشتريتها كمان للمطبخ زي اول حاجة اللي هي البوكس دا عبارة عن كزا قطعة او كزا قطعة منظم منها اللي هي البوكسات ومنها اللي هو الاستاند او اللي هو الدرج بتاع التوابل او بتاع البوكليات اللي بيبقى كزا دور تقدر تحط عليه كزا حاجة هنا كمان الفكرة التانية الاستاند اللي هي حطته فيه الضرف علشان تستغل المكان ويبقى زي رف وهنا دا برضو قطعة تانية منها بتقدر ان انت تحطيه حسب المقاس بتاعك اللي انت عايزاه حسب مقاس الضرفة يعني حسب الحجم بتاعه وتقدر ان انت تصغريه او تكبريه زي ما انت عايزة فحلوة برضو جدا استغلالها للمساحات بتاعتها في المطبخ هنا برضو تعالوا شوفوا فكرة حلوة جدا لبعض المشتريات زي الهوكات اللي هي بدأت انها تعلقها في الزرائر بتاعت مفاتيح النور هنا كمان برضو الاستاند اللي احنا بنحتار نحط الغطى بتاع الاكل فيه فهنا برضو فكرة القطعة البلاستيك او السيليكون دي انها تتحط كده جنب الحلة وتحط فيها الغطى او المعالي اللي بتبقى بتبتدي ان انت تقلبي بيها الاكل برضو فكرة حلوة جدا وتسهل عليك وقته مجهود كتير قوي هنا برضو اللي هي جابته هنا عبارة عن منظم اللي هو بتاع الادوات التنظيف علشان يبقى سهل عليك تحطي كل حاجة لما تكون بتتحركي من مكان لمكان وبتنظفي عندك البيت كده تبتدي ان انت تحطي فيه ادوات التنظيف وتتحركي بيه بسهولة هنا كمان برضو الفرشة دي بيبقى فيها زي تانكي كده او خزان علشان تحطي فيه الصابون سهل جدا بدل ما تبطلت كوبي بقى في الصابون وتبتدي ان انت تعملي بالفرشة لا هنا كده قطعة واحدة على بعضها فده كده كان روتين استخدامها للادوات بتاعتها وترتبها للحمام بتاعها بالادوات المختلفة بتاعت التنظيف برضو سهلت على نفسها كتير جدا وانجازت ورجعت في الاخر البوكس مكانه للضرفة ومن غير اي تعب ولا كركبة كتير هنا برضو تعالى شوفوا تنظيمناها للازايز دايما يكون عندنا ازايز او مجات وحاجات كتير جدا وتبقى برضو فوق بعضها عندنا في المطبخ ففكرة هنا جابت منظمين حلوين جدا المنظم الاولاني الدوار ده استخدمته للبوتلز او للمجات الصغيرة وبالنسبة للازايز الكبيرة بدأت ان هي تحطها في المنظم ده بتاخد الازازة كده بالسهولة من غير بقى ما توقع حاجات التانية وتبتد ان هي ترجعها في مكانها بعديها برضو فكرة حلوة جدا لاستغلال المساحات زي هنا برضو الكتعة دي برضو تقدروا تشتروها منها على امازون هنا بدأت ان هي تحطها على المجات فوق بعض علشان تحكم المجين فوق بعض بالشكل الحلو ده وفي نفس الوقت هي بتستخدمها كاكستر للمج او للكباية بتاعتها شوفوا قد ايه وفرت المساحة عندها بدل مرافق كله يبقى كبايات لكن هنا طبعا وفرت النص يعتبر فحلوة برضو فكرتها جدا هنا برضو المنظم ده بتقول ان هي استخدماته في كذا حاجة اول حاجة استخدمته هنا لأدوات المكتب اللي اقلام وهنا استخدمته في الحمام للفرش الاسنان فبرضو فكرته لزيزة هنا برضو ده منظم كده للشربات للكفيات لأي حاجة عندها وهنا برضو بتقول ان انت تقدر تتحكمي في المساحة بتاعته لو حبق ان البوكس يكون صغير او يكون كبير تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعه ده هنا برضو منظم تقدر ان انت تحركي حسب مساحة الدرج بتاعتك تكبريه او تصغريه وكمان معايا قطعة تانية تقدري ان انت تحطيها فوقيه زي الدرج كده بالشكل ده برضو تسهل عليكي وتوفر عليكي برضو مكان وتستغلي المكان بشكل حالي هنا برضو ممكن من الحاجات اللي بتبتدي ان هي تقابلنا الاسلاك بتاعت الاجهزة الكهربائية ومنعرفش ان احنا نحطها فين هنا بدء ان هي تجيب الهوكات السيليكون دي وتلزقها على الجهاز وتبتدي ان هي تلم عليه السلك بتاعه وكمان بتستخدمه في افكار كتيرة جدا زي ان هي تعلق اي حاجة جوا الدرفة زي ما انتوا شايفين ان هي تحط الشواحن تعلق الزينة او الاسلاك على الحيطة دي برضو فكرة لذيذة جدا وسهل قوي بدل ما نبتدي ان احنا نحط بقى مصامير وحاجات كده تكسير كتير باللز ان نقدر نعمل كل حاجة تعالوا هنا كمان برضو فكرة المنظم الحلو ده اللي تقدروا تستخدمه في حاجات كتيرة قوي هو عبارة هنا عن زي كده فتحات كده تبتدي ان انت تحط فيها بقى تنظمي اي حاجة عندك ممكن تحطي فيه زي ما هي عاملة كده الحاجات بتاعت اطفالها الكسس والالوان تقدر تحطي فيه الاكسسورات تحطي فيه شربات يعني بتعلقه في اي حتة في ظهر الباب مثلا وبتبتدي تنظمي فيه الحاجات المختلفة الطريقة حلوة جدا هنا برضو بعض التنظيمات المختلفة لغرفة الاطفال بتاعتها هنا الاعمال اليدوية علقتها بالمشابك الصغيرة دي كده على الحيطة فكرة الالعاب البلاستيك ان هي تحطها في شبكة زي دي كده عشان تبقى سهلة كمان عليها في غسلها او تعقيمها في غسلت الاطباق مرة واحدة كده بالشبكة وتسيبها تنشف وتشيلها مكانها استخدامنا كمان للبازل مع الاطفال وبتبقى مشكلة ان احنا نشيل قطع البازل من غير مضيع هنا بفكرة حلوة جدا الكيس اللي هو سهل ان انت تقفلي وتفتحيه تاني بدت ان هي تلزقه في ظهر الكرتونة بتاعت البازل وحطت قطع البازل بكل سهولة بجد عجبتني فكرتها جدا لانها مشكلة بجد بتقابلني هنا اخر حاجة عندنا الحاجات اللي بتنزل تحت الاساس وبيبقى صعب ان احنا نجيبها اشترت هنا كمان الحوامل دي او الحواجز دي عبارة عن اكريل كده وبتبتدي تحطها تحت الاساس بتاعها علشان تمنع اي حاجة ان هي تنزل تحت الاساس وتجيبها بالسهولة كل المشتريات زي ما قلتلكم موجودة على موقع امازون تقدر تشتروها بالسهولة يارب يكون الفيديو عجبكم مستفدتم منه ولو بحاجة بسيطة ما تنسوش الاشتراك بقى واللايك والكومنت الحلوة اللي زيكم وانتظروني بكرة ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديدة وسيدة جديدة وبكرة ان شاء الله ساعة 8 في فيديو جديد اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير واسبكم في رعاية الله والسلام